رئيس الجمهورية خلال مشاركتي في هذا المنتدى ألقى فخامة رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الافريقي سيد محمد الدشيخ الغزواني محاضرة أمام طلاب معهد العلوم السياسية بباريس تحت عنوان الحفاظ على بلد ينعم بالسلام في منطقة للصراع أكد من خلالها ضرورة الحديث مع الطلاب باعتبارهم أصحاب القرار في المستقبل عن تجربة موريتانيا في مجال لمكفحة التطرف والإرهاب وقدم رئيس الجمهورية عرضا مفصلا عن هذه التجربة من حيث النهج والتدابير المطبقة على المستوى الوطني والاستراتيجيات والإجراءات الجماعية المتخذة في هذا السياق منبها على الدروس الرئيسية المستفادة من هذه التجربة والتي تدعم نهج البلاد في التعامل مع قضاء الإرهاب وانعدام الأمن على المستوى الوطني والإقليمي كما تحدث رئيس الجمهورية خلال هذه المحاضرة عن التحديات العالمية الكبرى مؤكدا أن مسئولية مواجهتها تقع على عاتق الشباب باعتبارهم صناع القرار في المستقبل مشيرا إلى أن الإرهاب والتطرف موجودان في كل أنحاء العالم ويشكلان بالنسبة للقارة الإفريقية عامة ومنطقة الساحل خاصة التحدي الرئيسي الذي يجب مواجهته بشكل فردي وجماعي للحفاظ على الاستقرار والأمن الضروريين لتحقيق الأهداف التنموية وبعد تقديمه لهذه المحاضرة رد رئيس الجمهورية بشكل مفصل عن أسئلة طلاب المعهد شكرا للمشاهق للمشاهدة